اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي العامي الطارق صالح على الأوضاع الأمنية والملاحية في المياه اليمنية جاء ذلك خلال لقائه نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم بوعمر وقائد قوات خفر السواحل قطاع البحر الأحمر العميد عبدالجبار الزحزوع استمع عضو مجلس القيادة إلى تقارير من القبطان بوعمر والعميد الزحزوع حول حالة الملاحة في المياه الإقليمية اليمنية لا سيما قطاع البحر الأحمر مشيدا بمستوى التنسيق بين الأجهزة المعنية وشددها على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين خفر السواحل والهيئة العامة للشؤون البحرية للارتقاء بمستوى الخدمات البحرية والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار على امتداد الشواطئ في المناطق المحررة